هم من خيرة أطفال حي الحمامات في غرب العاصمة التزموا بالمسجد وانخرطوا بمدرسته القرآنية فحفظوا ما تيسر من كتاب الله العزيز الحكيم وفي ليلة المباركة نالوا الجوائز تشجيعاً لهم في حفل روحاني بامتياز احتضنته قاعد الصلاة بمسجد المقداد ابن الأسود الكندي بذات الحية اليوم كرمنا حوالي 50% على حسب المكان والحي هذا يكون أكثر 50% ممكن نحسن بلق كورن غير في الإعداد الثانوي ممكن نصوره 50% في هذا المسجد سنواصل هذه المسيرة طوال السنة فكلما أتيحت لنا الفرصة لبعث نشاط جديد في المسجد في صالح هؤلاء التلاميذ قمنا بذلك وكرمنا هؤلاء التلاميذ بحسب مقتضى الحال أنا أدعو الأولياء أنهم يسجلوا أبناءهم في حلقات تحفيظ القرآن الكريم حتى يفتخروا بهم في المستقبل حفظوا كلام الله وإن كان الهدف الأسمى الذي تريد تحقيقه المدرسة إلا أن غرس روح الأخوة والمحبة وتهذيب النفس أهداف أخرى بدأت تتجلى من خلال تصرف هؤلاء البراعمة طفل اللي يكون يتعاود جيل المسجد تسيبه مختلف كثير على الطفل اللي يكون برا من ناحية التربية من ناحية حسن الكلام من ناحية دخل منزل دخل مدرسة ودعا ما خرجوا من القرآن كل شيء خرجوا من القرآن من لا يشكر الناس لا يشكر الله أو هكذا أراد أن يقول المتوجون في الحفلة نشكر الأساتداء الذين قدموا كامل جهود ديالهم باش يكون دورة بشجوز دورة مليحة والحمد لله جهزة دورة مليحة نشكر خاصة الإمام عبدالقهر إمام الشيخ ديالي ليسهر علينا قامل مجموعة وعلمنا فقه الصالات والأحكام تجويد وحفظ القرآن ونشكر إمام المسجد أدعو أصدقائي وكل ما يشاهدوني على الشاشة باتحاق بنا في مسجد المقداد بن الأسود الكندي بحي الحمامات تحكس مبادرة المسؤولين بمسجد المقداد بن الأسود الكندي الدورة الفعال الذي تلعبه هذه المؤسسة في تربية النشأة وتكوين جيل على أسس المتينة يبنى عليها مجتمع صالح يفيد العبادة والبلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر